عم بطارق شفت السيرة الذاتية نعم أهم محطة عند بطارق السيرة ترى أنت الحين ما خلت جدي اختصرنا جدا إلى أبعد الفيديو ده المسألة أفضل فترة أو أفضل وقت قضيتها بالنسبة لسيرة العملية يمكن تكون فترة إنتاج فيلم الرسالة أعتبر أنه كانت خبرة عالمية صحيح كانت فيه تحدي كبير كان فيه ألهث وراء الموافقات من القاهرة إلى السعودية إلى الدول الأخرى في كل هذا أسست الشركة من دول وليس من أفراد صحيح هذه كلها متعبة ولكنها نتائجها بالأخير صحيح خلتني أشعر وأحس بأنني لحققت شيء الحمد لله هذه فترة لا أنساها نعم أهم يمكن العثرات يعتقد بطارق يمكن أسوأ مرحلة يعتقد بطارق بعد هذه المسيرة ما كان راضي عنها في كل في كل مسيرة بطارق الحقيقة أني الحقيقة أني أن أبيض ويها أن أقدم ما أستطيع ويهاد من أجل المسيرة لكن للأسف الشديد الفترة قصيرة جدا ولم يسمح لي بعض الأخوة في مجلس الأمة من مواقف المتشددة في النزاحة من مواقف المتشددة بدون شك من مواقف المتشددة والنزيهة إلى أبعد الحدود لأكون وزير مثالي مع هؤلاء لا تستطيع ثم حكومة بس العنب وطارق قالوا أنك أنت كنت غير مؤمر عمل السياسي لازم في مرونة ومين قالك أنا أبي ألعب سياسة هناك فرق بين أن أكون سياسي لكن المنصب الوزاري لا المنصب سياسي بالاسم ولكن المنصب يجب أن لا يكون فيه يعني فساد لا يكون فيه خشم كدرك لا يكون فيه ناس على حساب ناس لأرضائك أنا شديد في هذا الأمر أنا في وزارة الإعلام لو مكذت فترة لنظفتها من الفساد القارقة في الفساد بدأت في البشر اللي هم نتائج لأعضاء مجلس أمة كودوا أعداد حائلة من البشر موظفين في الحكومة في وزارات لكن يعملون في الإعلام بالمكافأة نظام المكافأة شيء آخر صحيح فجاءت يعني أعداد كبيرة أما أنا اللي حصيت اللي حصوها ممكن أكثر بـ 350 بالضبط أبي أتخلص من هؤلاء بس ما يصير عن بطارق مرحلة وتراكمات تي أنت فجأة تقول أنا بنظف ليش ما يكون العملية تدريجية ما ليش ما يكون العملية تدريجية ما ليش ما يكون وزيري نظف في فن ممكن أتعامل أراضي شوية النواب وشوية مشجي رؤيتي ما أعرف صلي عن نبي ما في وزيري في وزارة الإعلام واستطاع ما في وزارة الإعلام